لكن واضح أنه إسرائيل بتعبئ نفسها لأمر ما مش بالضرورة السنة دي ولا السنة الجاية لكن هم عندهم إحساس أنه قد لا ترتدع إيران إلا بدربعة للمنشآتها النووية كيف يحدث هذا أشك هل تستطيع إسرائيل أن تفعله وحدها؟ أتردد في هذا هل تتصور ده ممكن يحصل في 2022؟ يعني إذا حيحصل فيه تحرشات برضو يتوقف على الموقف الإيراني الرئيس المتشدد رئيس ده اللي هناك اللي هو رئيس إيران قد يكون يعني مستفز بعض الشيء مختلف عن سابقه إنما الولايات المتحدة الأمريكية كمان فيها الرئيس الأمريكي ليس بنفس القدرة على الحسم والقوة مثل أسابقية في موضوع إيران يعني عنده خضر كده من المرونة يتعود عليه من يما كان نائب للرئيس أوباما كسياسي كمان كسياسي أديم يعني كسياسي أديم كرئيس سجن تلقات خارجية سنوات طويلة حيبقى تم سنة كاملة بمناسبة الرئيس الأمريكية حيبقى تم سنة الأولى في الرئاسة الأمريكية كإدارة في البيت الأبيض تأثير بايدن يختلف عن تأثير اللي سابقه ترامب على مستوى الشأن الدولي إلى حد كبير لأنه بايدن تقليدي وبيتعامل بإدارة شبه صمتة مش مفرقعة يعني اللي أسالفه كان يعني شيء كل يوم خبر كل يوم تصريح كل يوم تصريح وحاجات غير متوقعة إلى آخره ده مختلف إلى حد كبير جدا بالإضافة إلى الشائعات التي تحيط ظروفه الصحية وإمكانية استكماله لمدته أو لا ونائبته يعني فيه كلام كتير بيتقال إنما لازلت حتى الآن الأمور لا تنبق بشيء مختلف لكن لما قال إنه وي أرباك أو إحنا عدنا إلى العالم هل اللولايات المتحدة الأمريكية رجعت فعلا إلى العالم ولا لسه عالم مستوى لنازل كان عندهم إحساس إنه ترامب كان بيقطع أواصل الصلاة مع قوة كثيرة في العالم إنما في قوة أخرى برضو في اللولايات المتحدة الأمريكية تقولك لا ده كان راجل مؤمن بأمريكا أولا وكان بيجيب لها كثير من الاستحقاقات من الخارج يعني ما عداش أقول إنه ترامب شعبيته زيروا لا لكن مش بضرورة إنه حيك رئيس ثاني أنا أتشكك في هذا تماما هل إحنا نبقى مهتمين بشكل العلاقات ما بين أمريكا والصين والذي ما تدخلش باهتماماتنا لا بالعكس أي واحد معني بمستقبل العالم لأن المواجهة الكبيرة دلوقتي على كل المستويات هي أمريكا والصين واخدأ أبعاد تجارية وأبعاد عسكرية وأبعاد اقتصادية وطبعا أبعاد سياسية بالدرجة الأولى إنما فيه محاولة أو بحر منطقة بحر الصين والدور المجاورة والدور الصيني في المنطقة أو في العالم ككل يعني واضح إنه دور لم يكن متوقعة من قبل أبدا الصين قوة صاعدة بشدة وقوة منوئة وقوة لا ينقصها الزكاء يعني هي دلوقتي بقت لعب سياسي ما بقتش لعب اقتصادي لا بطلت خلصت الحكاية دخلت في مرحلة التغيير السياسي عكس الروس لما بدأوا السياسة قبل الاقتصاد الثانيين كانوا بدأوا اقتصاد قبل السياسة فدلوقتي بقوا هما يعني لما تبقى الصين في أفريقيا يبقى ولاية اللTextة الأمريكية تعمل حسابها على صحيح أو العكس صحيح شوف الصراع المحموم بينهم على القواعد العسكرية في العالم مودة جديدة طلعت يعني القواعد العسكرية في منطقة البحر الأحمر في منطقة شرق أفريقيا القواعد العسكرية في مناطق مختلفة من العالم بتنبق أن الاولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرهما في سباق محموم ليجاد قواعد العسكرية هل انتهى دور الاتحاد الأوروبي كقوة دولية مؤثرة كبيرة لا حد كبير طبعا خروج المستشارة الألمانية كانت شخصية خوية ولها تأثير كان بيعتبر مع عناصر تماسك الاتحاد الأوروبي المستشار الجديد لسه لم تتضح ملامح دوره بريطانيا قد تدخل تغيير بالنسبة للرئيس الوزارة جونسون احتمالات تحريكه من مكانه في ظل مشكلة كورونا ومتدعياتها واسلوبه لسه مطلع في صحابة شوية والدنيا مقلوب علي